حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شاريك بن عبيد الله عن جامعي بن أبي راشد عن منذر الثوري عن الحسن بن محمد بن علي قال حدثتني امرأة من الأنصار وهي حية اليوم إن شئت أدخلتك عليها قلت لا قالت دخلت على أم سلمة فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه غضبان فاستترت بكم درعي فتكلم بكلامين لم أفهمه فقلت يا أم المؤمنين كأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبان قالت نعم وما سمعته قالت قلت وما قال قالت قالا إن السوء إذا فشى في الأرض فلم يتناها عنه أنزل الله عز وجل بأسه على أهل الأرض قالت قلت يا رسول الله وفيهم الصالحون قال نعم وفيهم الصالحون يصيبهم ما أصاب الناس الناس ثم يقبضهم الله عز وجل إلى مغفرته ورحمته أو إلى رحمته ومغفرته ترجمة نانسي قنقر